ازايكم الليلة هامل معاكم حالة شبيه الكريم كرامل بمكونين بس لقيتوا ترند وقلت اعمل واجربه وطلع حلو جدا اول حاجة ها كرامل كوباية من السكر هخليه على نار هادئة لغاية ما تدوب معايا تماما بالطريقة دي يبقى كده السكر المكرمل عندنا جاهز هنزله في القالب بتاعنا بس ندعمل بسرعة في الحتة دي لان السكر المكرمل بيتجمد بسرعة فحاول اوزيه على كل القالب بسرعة كده قبل ما يتجمد معايا بالطريقة دي وبعد كده نخليه على جنب الخطوة التانية المكونين الاساسيين هم الزبادي المكون الاول زبادي هاضيف علبتين من الزبادي والذي المكون الداني الحليب المكسف المهلة هاضيف علبتين برضو الحليب المكسف المحلة يعني علبتين زبادي مع علبتين حليب مكسف اخل Tah 진짜 لو حاجة النتاقل أملد من الحليب المكسف علبة واحدة ممكن تكفي أو علبة ونص بس انا من النوع اللي بحب السكر الزيادة فكذا كان مصبوط معي جدا ودسم يعني قطعة واحدة بسمي الحالة ده كانت مش بيع تماما هخلطهم كويس مع بعض وبعد كده هنزلهم في الجارب بتاعنا على السكر المكرمر وحاغطيهم بورق الامونيوم اللي هو القسدير حاغطي القالب كويس جدا الخطوة الاخيرة هاجيب صينية فرن اكبر من القالب بتاعي وحاضف ليها موية سخنة لغاية نص الصينية كده وبعد كده هرجع القالب اخذته في الصينية واشير الصينية دخل الفرن على درجة حرارة 180 شغال من فوق وتحت لمدة 30 دقيقة بعد 30 دقيقة نطلع من الفرن طبعا هنلقاها انها متجمدة ماسكا نفسها يعني بس بتحتاج بعد كده التلاجة هندخل التلاجة اقل حاجة ساعتين تبرد معانا وبعد كده نطلع ونقلب شكلها حلو جدا وطعمها حلو مميز حاجة دسمة كده زي ما قلت لكم قطعة واحدة بتكفي نعمة كده وسموذي حاجة كده كريمية جدا ان شاء الله الفيديو يعجبكم جربوا الحلدة ومع السلامة في فيديو جديد في امان الله اشتركوا في القناة